فأنت بتتكلم في كأس عالم ملفت للنظر في نجوم كتيرة ما تقدرش يعني كل اللي توقعوا وإحنا عاملين لحضراتكم النهاردة على حسابنا الرسمي حساب القناة الأولى على فيسبوك مسابقة وتاخد فيها تشيرت منتخبك المفضل لو توقعت المنتخبات اللي هتتأهل إلى دور الثمانية من الستاشر منتخب اللي بيشاركوا في دور الستاشر شاركونا بقراكم وإن شاء الله اللي هيكسب هياخد تشيرت منتخبه أو الفريق اللي بيشجعه والمنتخب اللي بيشجعه في كأس العالم اللي هو عايزه يعني اللي انت عايزه اللي بتفكر فيه خد تشيرت اللي انت عايزه حتى لو عايز تشيرت طبعا منتخبنا الوطني تاخد تشيرت منتخب مصر براحتك اللي انت عايزه والله عاجبك البرازيل خد تشيرت البرازيل عاجبك فرنسا خد فرنسا عاجبك المغرب السنغال براحتك قلت لأ أنا راجل وطني زي حالاتي كده وبتحب البلد أو يعني وما بتشوفش حد غيرها فتعالي خد تيشيرت المنتخب مصر لو دي رغبتك برضو لا توقعات فيش توقعات منطقية خالص وإن كاني زي ما قلت لك في دور الستاشر بدأت الأمور تتحسن في التوقعات يعني اللي هقال نهارده أكيد الأرجنتين هتكسب أستراليا فالأرجنتين أكيد كسبة أستراليا وإن كان هنا عند كسبة أمريكا طبعا وده كان أكيد برضو وإن كان الأرجنتين علامات استفهام كانت متقدمة نين سفر لونين ميسي يتقلق جدا دخلوا هدفين وبعد كده استراليا دخلت هدف بشكله غريب شوية وكان ممكن يسجله هدف ثاني